أسعار البيض تسجل أعلى مستوية لها منذ سنوات ببلوغ سعر الصفيحة الواحدة 700 دينار هذا ما دفع بناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة لمقاطعة الشراء الحملة تبنت شعارات عديدة على غرار خليه يفقص وشعل فيها النار أي نلاقة الثناء من قبل جمعية حماية المستهلك نحن من مؤهدي حملة مقاطعة البيض وخاصة الارتفاع الجنوني لأسعاره في الفترة الأخيرة هو كان أصلا مرتفع وزاد خلال الأيام الفارطة زاد في الارتفاع تاعه يعني وصل لأمر لا يجب السكت عنه وحتى المنظمة تشجع أي حملة مقاطعة عندها جيستيفية حملة مقاطعة عندها الأسباب تاحها لما تكون الأسباب تاحها موضوعية الارتفاع المفاجئ في مادة البيض أرجع والمتتبعون إلى تحجج المنتجين بارتفاع أسعار الأعلاف وكذا الأدوية البيطرية مطالبين بإجراء دراسة لأسعار التكلفة لتجنب الغلاء المسجل وكذا لتحقيقها مشير بح المنتج أكيد يعني المنتجين والتجار دائما يبررون بارتفاع أسعار الأعلاف بارتفاع أسعار أدوية السعر البيطرية ما إلى ذلك ما ننسوش أنه هذه حبة بيض لما توصل سعر حبة بيض إلى يعني تقريبا تتجاوز كرتونة البيض 30 حبة يتجاوز سعر الكيلوغرام يتجاوز سعر كيلوغرام اللحم الأبيض هناكين علامة استفعام لازم هنا أنه تكون دراسة أسعار تكلفة البيض قده ونعطيها مش ربحنا ماذا بينا الفلاحين ما نخسرهم مثل هكذا مبادرات تعبر نوعي المستهلك ورفضه دوما أن يكون الضحية من خلال مساهمته في استقرار الأسعار عبر المقاطعة خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان الفضيل أين يزيد الطلب على هذه المادة ترجمة نانسي قنقر